لو سألتك إيش أضخم الأعمال اللي قدمتها ألمانيا في مجال الصناعة غالبا بتقولي مرسيديس بورشي بي ام دابليو أودي مايباخ وغيرها لكن لو سألتني أنت إيش أضخم الأعمال اللي قدمتها ألمانيا في مجال السينما والتلفزيون راح أقول لك مسلسل دارك يا هلا والله بالجميع معاكم الوجيه واليوم راح ناخذ جولة سريعة على التحفة الألمانية المعقدة والجميلة جدا مسلسل دارك المسلسل موجود على نتفليكس وهو من أهم أعمال نتفليكس الأصلية ومتوفر منه حاليا موسمين كاملة بالإضافة إلى موسم ثالث قادم خلال الشهر القادم ولكل شخص ما تابع المسلسل خليك معنا ما راح يكون في حلق الأحداث وفي الوقت اللي بيصير في حرق الأحداث راح أعطيك خبر مسلسل دارك كقصة يتكلم عن عدة عوائل تعيش في قرية صغيرة في ألمانيا هذه العوائل بينهم صلاة إما صداقة أو ماضي أو علاقات حب أو عداوات وغير وكونك شخص حاب تبدأ تابع المسلسل لازم تفتح مخك وتركز في الترابط اللي ما بين العائلات لازم تعرف مين صديق مين ومين عدو مين ومين حبيب مين ومين ابن ومين أخ ومين أم ومين أب مين لأنك راح تحتاج هذه المعرفة في المستقبل لما تتقدم في حلقات المسلسل وقبل تتابع المسلسل لازم تفهم شيء مهم برضه المسلسل مصنف على أنه دراما وغموض وجريمة فبناء القصة جدا هاد والأحداث راح تشوفها تمشي بطيئة في بداية المسلسل وترى البطء في الأحداث ما هو عيب أبدا بالعكس هو حركة ذكية ومتقنة من صناع المسلسل لأنهم عارفين أنه هذا العمل معقد جدا ويحتاجون يفهموك أكبر قدر من الأحداث والتفاصيل قبل تبدأ عاصفة الأحداث أعرف كثير سحبوا على المسلسل بحجة أنه أحداثه باردة والصحيح أنه أحداثه أبدا ما هي باردة هو فقط غير مناسب لهم وصدقني صدقني بعد كم حلقة من المسلسل وبمجرد ما تحط رجلك في المكان المناسب راح تلاقي نفسك إن غمست في عالم دارك وجالس تحرق الحلقات واحدة تلو الأخرى أما بالنسبة لقضية السفر عبر الزمن في المسلسل هي عامل أساسي أكيد ولكن لا تتوقع أن السفر عبر الزمن في هذا المسلسل هو نفس المفهوم اللي أنت تتوقعه أو تعرفه مفهوم السفر عبر الزمن هنا مختلف تماما الزمن هنا ما هو مجرد زمن الزمن في هذا المسلسل أكثر تعقيدا من إنك تفهمه بسهولة ومثل ما قال أحدهم مسلسل دارك ما هو مسلسل تتابعه مسلسل دارك هو لغز قد يصعب عليك فهمه أو حله فيب خليك مستعد وجهز ورقة وقلم لأنك في هالمسلسل أنت مش مجرد مشاهد أنت محقق يسعيد ليوم المحققين أما بالنسبة للتمثيل التمثيل يا جماعة واحد من أقوى الأشياء اللي خلت المسلسل فعلا جدير بالمشاهدة فسواء كنا نتكلم عن الشخصيات الطاعنة في السن أو الشخصيات المتوسطة في العمر أو الأطفال والمراهقين أداء الجميع دون استثناء رائع وصعب جدا تلاقي فيها أي عيوب أو أي ملاحظات وجزئية مهمة برضو أبهرتني بشكل جنوني في المسلسل بعض الشخصيات اللي لها فلاش باك قد تظهر في فلاش باك في مراحل عمرية مختلفة وراح تصدمك إيش اللي راح يصدمني بالضبط طاقم عمل المسلسل كانوا حريصين إنهم يوفرون ممثلين يتشابهون مع بعض بشكل مرعب لدرجة إنك ممكن تقول واتذف معقولة هذولي ما هم نفس الشخص يب واللي تابع المسلسل فهميني أما بالنسبة للموسيقى التصويرية فخليك مستعد لأنك راح تسمع معزوفات ما راح تفارق مسامعك راح تخليك تسافر عبر الزمن وراح تخليك تبحر في عالم الغاز والوحجيات صحيح إنه أحيان راح يقشعر بدنك من الخوف وقد تتخبط مشاعرك أثناء سماع الموسيقى ولكن هذا مو معنات إنها سيئة قال ما إنه الموسيقى خلتك تحس بشعور بغض النظر عن إيش هو هذا الشعور هذه الحالها شهادة نجاح للملحن بن فروست وإن لم يكن معروف كثير إلا إنه تأليفه لهذه الموسيقى التصويرية يعتبر إنجاز عظيم يسجل في تاريخه هذا اللي تحتاج تعرفه قبل تتابع المسلسل فايب go ahead وروح تابعه وسوي لايك لهالفيديو لأنه حان وقت الحرق أوكي متابعين المسلسل العظماء خلونا ناخذ برمة سريع على نهاية الموسم الثاني ما رح نتعمق في التفاصيل بس بناخذ الأشياء الأساسية اللي حصلت في نهاية الموسم الموسم الثاني انتهى على مشاهد جدا مهمة ومثيرة للاهتمام ونحتاج نشيك عليها على السريع عشان نعرف إيش ممكن يكون القادم أول حاجة شفنا جونس الكبير وماغنيس وفرانسيسكا وبارتوس استخدموا آلة الزمن وسافروا لإمكان ما نعرفه وعلى ما يبدو إنهم ما رح يموتون بسبب نهاية العالم لأنهم بيهربون بواسطة الآلة وبرضو عندنا شارلوت اللي على ما يبدو إنها راحت للمستقبل المدمر عند بنتها اللي هي أصلا كبيرة في السن هناك يعني برضو ما رح تموت من نهاية العالم بعد كذا عندنا كاتيرينا أخ مسكينا كاتيرينا شفناها تدخل للكهف والله أعلم وين بينتهي فيها المطاف إما في العام 1954 أو العام 1987 على حسب أي طريق تأخذ وبرضو أكيد إنها رح تنجو من نهاية العالم كمان عندنا بيتر وإليزابيث وكلوديا ونوح الصغير وريجينا واللي دخلوا في الملجأ اللي تحت الأرض برضو ما رح يموتون من نهاية العالم طبيعة الحار رح يخرجون للعالم المدمر في عام 2020 إلا لو حصل شيء ثاني والأهم من هذا كله والشيء اللي يهمني ويهمك عزيز المتابع جونس ومارثا الجديدة أو مارثا المستقبلية واللي جاتوا من مكان ما نعرفه للحين سافروا باستخدام آلة جديدة ما شفناها طوال المسلسل كله ولما سألها جونس من أي زمن جئت يا فتاة قالت له السؤال الصح يا جونس من أي عالم جيت بوم الموضوع تشعب يا رقالة الموضوع ما صار مجرد سفر عبر الزمن الموضوع صار سفر عبر الأبعاد والعوالم الموازية يا خراشي هذا هو الحماس اللي نحتاجه وبعدين يلومونا ليش نحب المسلسل عندي أمل كبير أنه الموسم الثالث بيكون ممتاز ويا رب ما يخيب الآمال ثقتي فيكم يا الألمان كبيرة أكبر من ثقتي في نتفليكس نفسها شاركونا في التعليقات أراكم وتحرياتكم على الموسم الثالث وإيش تتوقعوا أن يصير وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات كان معكم الوجيه في أمان الله